المتشدد الإيراني إبراهيم رئيسي المتهم بقتل آلاف الإيرانيين فاز بانتخابات الرئاسة في أطول يوم انتخابي مددت فيه ساعات التصويت ثلاث مرات بسبب عزوف الإيرانيين عن الإدلاء بأصواتهم إذ بلغت نسبة المشاركة عشرة في المئة بحسب المعارضة الإيرانية الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مشمول بعقوبات أمريكية لدوره البارز في حملات الإعدام الجماعية التي شملت عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين لنظام الولي الفقيه في ثمانينيات القرن الماضي ومن هنا عدت منظمة العفو الدورية صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه بشأن جرائم ضد الإنسانية كالقتل والإخفاء القسري والتعذيب تذكرة مؤلمة بأن الإفلات من العقاب له السيادة في إيران في حين حذر المعهد الملكي لشؤون الدولية في بريطانيا من أن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات إيران سيهدد الاتجاهات المعتدلة في السياسة الدولية مؤكدا أن على أوروبا تكون حذيرة في التعامل مع إيران بعد فوز رئيسي واشنطن ولندن أكدت تتزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأن رئيسي لم ينتخب من الإيرانيين إبراهيم رئيسي أشرف على أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث والتي تستحق التحقيق والمسألة بدلا من انتخابه لمنصب الرئيس بحسب منظمة يومان رايسووتش رئيسي الذي وعد بأن الظروف ستتغير لمصلحة الشعب الإيراني هو نفسه متهم بتنفيذ إعدامات جماعية للسجناء السياسيين في إيران وفقا للسنتور الجمهوري بيل هاگرتي الذي أكد أن الانتخابات الرئاسية في إيران مزورة وأن المرشد الإيراني علي خامني قد اختار الرئيس من قبل لحفظ جيل آخر من القيادة المتشددة المؤيدة للإرهاب ترجمة نانسي قنقر